النهاردة هنقامل فرقة محشية بالزاتون واللمون المخلل معاها الكوكاكولا يبقى عندي بصل وتوم وزاتون اخضر كسبارة خاضرة لمون مخلل بقدونس جنزبيل فرش وقعب مرأ كوركم ملح وفلفل وزيت زاتون ويقدر مشكل انها هنحطه بوكي جرنيه تحتها مشوي طيب ده توم شوية عصفر يا عنيسة والله بعينك يلا شد حيلك خلي بالكو مهما كان يجيلكو البهارات كتيرة او الطواب الكتيرة خد مقدارك وان عم الجمال بيجيب من الترعة حاططلي كبشة مندي وكبشة مندي وهنا يا ابن ايه هنشان ايه مفيش فايدة جمال وحطولك بقى الحاجة قولك ليس ده كويس كده ببهر الحاجة بتاعتي عشان يباليها طعم جميلة ادي شوية البقدونس والكسبرة البقدونس والكسبرة بديها طريق يعني طعم تاني حلو ادي حبة ملح حبة فلفل ما كترش الملح بتاعي فيها عشان خاضر عندي زتون ولمون ادي وادي اللي حبة معها البوكي جرنيه عشان تبا كل حاجة حنطة اهو كده قوم بقى ايه ادي اللمون المخلل لمون معصفر بموت في اللمون المخلل ده حلو كده ما اقصلنا بايدي ولا لن عليا طيب كده دي حبة الجزوز دول دسة زنجبيل صلى على النبي غسكر الله اهو اهو يا صلاة النبي يا صلاة النبي بصوا بقى خلي بالك في حتة بتاعة الطبخين دي الطبخين ساعد بواعملوا حاجات كاورا الطبخين دي فيقى ايه الجزوز بتاعنا والحاجات اللي هي الجميلة دي هعمل بقى ايه يا سيدي بقى ايه اروح جاك كده دشوات ايه وطر اصحى معايا هنا شوية زعتر شوية كوزبارة ده البوكي جرنيه بتاعي اللي هي بتاعتيها اهو حبة زيت زاتون بس خليها لما نخلص عشان نكمل اهو قوم بقى ايه يا سيدي ايوا كده اهي ده تدجي حلوتك يا جمالك خليتلي ايه للطبخين ايه بجيب بقى هنا حبة ملح اهو كده فوق اهو ليه بقى ليه بقى دول حبة الجوز دول اهو يبقى ايه خط الارضية بتاعت التاسع ونيجي هنا بقى بص قدام حضرتك كده نفخخ الدجي بييدك كده واصبعك بس او هتجرح السدر بتاعها اهو او هتجرح ايه الجسم بتاعها بص بالمعلقة كده اهو معايا اسكر الله وصلى على الحبيب قوم بقى ايه نجي كده نضام حضرتك ونقول بسم الله الرحمن الرحيم اسكر الله وصلى على النبل نزغاطها قالوا توصابي توصابي حبيبي يا رسول الله اهو 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 نكاك تفا با تكده اهو اهو يا باشا الله 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 نخش بقى حبة زيتها على الوش هنعمل ايه بقى يا سيدي هروح نعمل ايه حبيبي يا رسول الله نجيب بقى حتة سلفر بيبر لان البريست بتاعها ممكن يتحرق مني بسرعة اهو بعد ربع ساعة اشيل الكفر ده نفتح الفرن بتاعنا الجميل اهو ونخش بالفرخة نصلى على النبي اهو كده هده بديها نص ساعة على الاقل على درجة حرارة 250 درجة مقوية يبقى ديه اول وجبة عملناها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة